نحل كده نمبر 2 نمبر 2 Which of the following graphs shows the total external pressure acting on a sub-marine at a different depth below the surface of the sea السؤال هنا هوت عندي طبعا أربع أشكال موجودة عندي الأربع أشكال A, B, C and D بيقول لي which one of these graphs أنهي شكل الأشكال ديت بيعبر عن الضغط الخارجي اللي بيأثر على غواصة موجودة على أعماق مختلفة من سطح البحر طيب نختار مين فيهم نفكر كده هل يترى أختار نمبر A ولا نمبر B ولا C ولا D هبتدي بنمبر A نمبر A هلاقي نهوت طبعا بما أن الغواصة تكون معرضة سطح البحر معرض للضغط الجوي فهلاقي أن نمبر A نمبر B ينفعه لكن C و D لا لم لأن C و D ما بيكونش معرض للضغط الجوي ما فيش ضغط جوي اللي فوق المياه لذا ما ينفعش C و D يتفضلي A و B طبعا هنا العلاقة ما بين البرشور والدبث اللي علاقة ما بين الاثنين ملاقي أن كل ما زاد الدبث بيزيد معا البرشور يعني ما بيبتديش ثابت فما ينفعش A يبقى هنختار نمبر B هنختار نمبر B حل كلا نمبر فور حل كلا نمبر فور أهنجينير تنظر دم ملد ملد كما يظهر وضع بيزيد كما تظهر البرشور الشكل الملد عند يهوت شكل اللي بنا بيه المهندس A البتعة الدم which factor determines the pressure at x هي عايز أنهي عامل بديني الpressure أو ممكن أن أسعدم عشان نحسب الpressure عند النقطة x النقطة x اللي هي موجودة أسفل الدم كده a. the depth of the water in the reservoir b. the surface area of the reservoir c. the length of the reservoir d. the thickness of the dam wall مين فيهم؟ بيأثر عندي على الضغط الموجود عند النقطة x طبعا هنا هنختار مين؟ هنختار a. the depth of the water in the reservoir العمق بتاع المية اللي موجود جوه الخزان بتاع a الدم n. 13. Mariana Trash is the deepest trench in the world which is located in the western pacific ocean at depth of 11 km if the water density of the ocean is 1020 kg per cubic meter c. the pressure of the water at this depth is nearly equal to space space مين ديني نقط ومين ديني n. l. the gravitational acceleration g equal 9.8 m per second square ومين ديني the choices. هنحاول انه نحل ال problem دي كده هوت ونشوف هنحلها ازاي دي كده هوت الجغن اللي مدهاني ادي الشكل بتاع الجزء دوت من العمق mقيم Psycho, midine N. the depth ,11'! ندني n. the depth. 11 kilometre و heroic density بتاعه ocean water. ten twenty kilograms per cubic meter و G heter less than 1020 kg per cubic meter و G . 9.8 meter per second square. انا عايز هنا اجيب يبقى البي equal رو جي اتش رو جي اتش طيب نحسب كل واحد لو واحده الرو هي 10 20 طيب الجي 9.8 طيب الهيط طيب 11 ده كيلوميتر هنا كل اليونتس اللي موجودة بالميتر وهنا بالكيلوميتر يبقى اضرب time 10 power 3 نشوف الحسابات بتاعتنا هتدينا كام 10 20 time 9.8 time 11.000 هو دوت ال ايه هو ده ال pressure اللي هيدهوني اللي هو equal هنشوف 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 0 9 9 5 6 0 0 0 باسكال طيب نشوف اقرب رقم موجود عندي في ال problem للارقام دي طيب هنا هوت اول حاجة عندي 1.8 1.8 time 10 power 5 هنا هوت لو جيت حاولتها لرقم الارقام الموجودة تراقي دول 1 2 3 4 5 6 7 8 1.0 1.0 هتدي لل 0 1 هتدي له واحدة يبقى 1.1 time 10 power 8 باسكال 1.1 time 10 power 8 باسكال هل يطرى عندي الرقم ده؟ اه الرقم هو موجود عندي 1.1 time 10 power 8 باسكال يبقى ده كده الحل بتاعي اللي انا اقدر اقول ان هو ده اللي صح لو هنا جيت حلات number 24 the opposite figure shows the height of a water and petroleum oil the height هنا هوت بتاع الwater والpetroleum oil هنا oil H والwater مع the oil 2000 2000 meter الاويل الوحده الهيط بتاعه H او الدبث بتاعه H والwater مع الاويل اللي اتنين مع بعض 2000 meter if the total pressure of the two liquids at the bottom of the wall is 17.5 هنا الم دي الم دي معناها ميجا باسكال ميجا باسكال زي ما خدنا الميجا قبل كده الميجا يعني ايه؟ يعني time 10 power 6 time 10 power 6 and the densities of both water and petroleum oil are 1000 kg time meter power negative 3 and 830 kg time time meter power negative 3 respectively so the height of the oil column H is nearly equal to space ومديني ال الجي equal 10 meter per second square ومديني ال gravitational acceleration ومديني الهيط المقودة الهيط المقودة 907 meter B 1000 C 1090 C D 1470 meter هنشوف ازاي محلها هنا كتبنا كل حاجة حطينا الجيفن بتاعي الروب تاعة الووتر الروب تاعة الايل التوتال وعايز اعرف ال H بتاع الايل ال H ماشي طيب نشوف هنحلها ازاي اول حاجة الحاجة اللي مدي هانيه هو ان البراشر التوتال براشر اللي هو بالرقم دوت بيساوي ال two pressures مع بعض البراشر بتاع الووتر والبراشر بتاع الايل الاتنين مع بعض يبقى معنى كده ان ال Ptd بتساوي البراشر اوفوتر بلاس البراشر اوفويل البراشر اوفووتر بلاس طيب هنجيب كل واحدة غينهم الوحدة كده هوت البراشر اوفووتر اللي هي رو اوفووتر الجي في ال H بتاع الووتر طيب ال H بتاع الووتر هنعرف دلوقتي ازاي يجيبوه طيب و البراشر بتاع الايل يبقى رو اويل في الجي في ال H بتاع الايل اللي هي اللي انا محتاجها هنه هو مديني التوتال براشر اللي هو 17.5 طيب 10 power 6 باسكال طيب والناحية التانية الرو بتاع الووتر مدهاني 1000 اللي هي 10 power 3 والجي مديني الجيب كام الجيب بتساوي 9.8 meter per second square 9.8 meter per second square اسف مديني 10 مش 9.8 10 والجي هنه هو اتعوض عنها 10 وال H انا ما هنديش ال H بتاع الووتر قد ايه لكن ممكن انا اقول ال H بتاع الووتر الموجود عندي بيساوي 2000 شوف كده هنا هوت كل العمود ده 2000 وال oil H يبقى الووتر قد ايه 2000 minus H 2000 minus H يبقى اعوض بالقيمة دي يبقى هنا هوت 2000 minus H ده كده كل ده كده الووتر plus الرو بتاع ال oil 830 طيب الجي 10 طيب ال H اللي هي ال H اللي موجود عندي ال H بتاعت ال oil ال H بتاعت ال oil طيب طيب دير وا ال H لدي طيب طيب يملك طيب دير أول حاجة بالنسبة لي الووتر هنا هو الدولة 10 باور 4 10 باور 4 تايم 2000 10 باور 4 تايم 2000 هنا في كم صفر 7 zeros يبقى 2 x 10 باور 7 منس 10 باور 4 10 باور 4 10 باور 4 ماشي 10 باور 4 طيب نجيب الباقي الباقي الموجود عندي بلاس هنا هو 800 30 10 هتبقى 8300 300 يبقى هنا عندي الارقام طلقت لي طبعا الاتنين دول H بتاعت H يبقى انا كده ممكن ان انا اجيب طبعا دوق كله بيساوي 17.5 10 باور 6 طبعا بعد كده اعمل ايه هجمع كل حاجة مع بعضها ال H مع H مع بعض و الارقام دي الرقم ده هو ادي الناحية التانية عكس العملية بتاعته او عكس الاشارة بتاعته يبقى حين هوته هو positive هو ادي negative يبقى 17.5 طايم 10 باور 6 مينس 2 طايم 10 باور 7 2 طايم 10 باور 7 ايكول موددا الناحية التاني طيب والارقام دولت هنا negative ten thousand plus eight thousand three hundred هنا اما ايجي نشوف الارقام دي اما اطرحهم من بعض هيتطلع لي ايه اول حاجة دوت 17.5 طايم ten power six minus two time ten power seven هيتطلع هيتطلع two five وفي كم زيرو موجود عندي هنا هوت one two three four five 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 zeroes يبقى time ten power five equal الناحية التانية ten thousand minus eight three hundred 300 هتديني one point seven طبعا بال negative time ten power three three اتش نوت اوكي اوكي هنا فيه negative وهنا فيه negative يطيروا مع بعض هيتفضل لي الارقام اللي موجودة اودي دا كده هوت النحية التانية بدلا ما هو time هخلي division بدلا ما هو times هخلي divided by two five time ten power five divided by one seven time ten power two يديني اتش نوت يبقى ال اتش نوت two five وفيه عندي five zeros six divided by divided by one point seven time ten power two or power three هيتلا ال اتش نوت one four seven zero يبقى الهيض دوت بايه? بالميتر. الهيض ده بالميتر. هل يضطر الاجابة دي موجودة عندي? نشوف كده. اهو. الاجابة موجودة. يبقى انا كده قدرت ان انا اجيب الاجابة الصح.